سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتهم دونة درويدنات في الفيديو الجديد ان شاء الله سوف نصطرق الى طرقة السحب من تطبيق grab.ent يعني وبعض يعني توضح بعض الاشياء التي يجب عليك ان تشفى ذلك لا يتم اغلاق حسابك ولا لا لا يتم يعني تسديد يعني المال لك. يعني الطريقة شرح من التطبيق يعني قمت بشرحة مسبقا سيكون رابط الشرح اسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. اه اليوم فقط سوف نطرق طريقة السحب وبعد يعني النصائح. اذا اولا نقوم بالدخول الى التطبيق. يعني كما تلاحظون لدي تلات تلات الاف نقطة. وهو الحد الادنى للسحب عن طريق بايبال. نقوم بالداب للريدم. تم ونلاحظ كما تلاحظون ف يعني تلات الاف نقطة هو الحد الادنى للبيبال وكذلك لامازون. يعني وتم يعني طريقة دفع اخر يعني عن طريق البيتكوين. ولكن يجب ان شوفها الست الاف نقطة لكي تحصل على سر فصل صفر واحد بيتكوين. وهناك عدة يعني عدة اشياء للسحب ميناء. اولا قبل السحب يعني اه المرجوع يعني ان تدخل الى يعني السيشنج. ثم تذهب الى البروفايل. يعني ويعني تضع صغتك هنا. ثم يعني تقوم بملء هذه البيانات كاملة. يعني هنا اه تضع يعني الايميل ولا ايميل بايبال الخاص بك. وكذلك يعني رقم الهاتف الخاص بك. يعني هذه الاشياء ضرورية لكي يعني يتم يعني اه يتم ارسال الاموال بنجاح. يعني يعني بعد وضع هذه الخطوات تذهب الى الريدم. ثم تذهب الى ثم تذهب الى يعني طريقة الدفع التي تريدها يعني بايبال على سبيل المثال. يعني اذا كانت لديك خمسة الاف يعني خمسة الاف نقطة يمكنك سحب خمسة دولار. وكان يعني لديك اكثر من خمسة الاف نقطة يمكنك سحب عشر دولار او عشرين دولار. يعني انا لديك فقط ثلاثة الاف نقطة سوف اسحب ثلاثة دولار. يعني اضغط على بايبال. ثم يعني اضغط هنا. يعني وهكذا يعني يعني كما تلاحظون. فمبروك علينا تم السحب بنجاح. اه عن طريق هذا يعني عن طريق تطبيق. وسوف يعني نتوصل يعني بالمال. سوف نتوصل بالمال خلال يعني تمانية وعربعون ساعة. اذنال يعني اجابك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك ودعمي بالاشراك في القناة. كان معكم اخوكم في الليونس لعبا. الى اللقاء في دقس جديد حلقة جديدة. اشتركوا في القناة